بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على سجيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين عن سيدنا جابر بن عبد الله رضي الله عنه أن أم السائب قالت الحم لا بارك الله فيها فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تسب الحم فإنها تذهب خطايا بني آدم كما يذهب الكير خبث الحديد رواه مسلم أحباب الكرام المؤمن يستقبل المرض بالرضى بالرضى عن الله سبحانه وتعالى فيما قضى وهذا الرضى يكسبه قوة نفسية تساعده على الاستعداد للشفاء فالتسخط وعدم الرضى يورث التوتر والقلق والإضطراب وقد أكد العلماء أن هذا كله يضعف قوة المناع فالأخذ بالأسباب فالأخذ بالأسباب الاحترازية واجب وهو ما دعت إليه بلادنا حماية لنا من تشار العدوى وتناقل الوباء ولكن هذه الحال التي نعيشها نستقبلها بقلوب راضية تنتظر فرج الله سبحانه وتعالى تنتظر فرج الله سبحانه وتعالى فما خلق الله داء إلا وجعل له دواء علمه من علمه وجهله من جهله فلا تيأس فلا تيأس فلا تيأس فلا تيأس